بمناسبة افتتاح مكتب لرابطة علماء أريتيريا في إسطنبول واعتمادها رسميا من قبل الحكومة التركية أقيم حفل افتتاحي شارك فيه عدد من العلماء والمفكرين الذين مثلوا مؤسسات وهيئات من مختلف الدول الإسلامية هذا الحدث اليوم هو بمناسبة افتتاح مكتب رسمي لرابطة علماء أريتيريا في إسطنبول والانطلاق الكبرى والأساسية في تقديرنا وتقييمنا لرسالة هذه الرابطة ممثل رابطة علماء أريتيريا بيّنوا أن اختيار مقر مكتبهم في تركيا مبني على وجود مساحة من الحرية للعمل الدعوي والفكري إضافة إلى إمكانية التفاعل والتواصل مع الهيئات والروابط العلمائية من البلدان الأخرى كما أن الواقع السياسي في أريتيريا يعيق الرابطة من مزاولة مهنتها والمضي في برامجها في بلدها الأم حال حقيقة في أريتيريا مختلفة جداً ليست هناك حريات سياسية يتمتع بها الأريتريون في بلادهم وبالتالي نحن تواجدنا على كل طلبة علم وعلماء في خارج أريتيريا والقصد من ذلك كيف نستطيع أن نوصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونوصل العلم الصحيح إلى شعبنا في الخارج وكيف نستطيع كذلك إيصال هذا الصوت إلى إن شاء الله الداخل الأريتري هيئة علماء المسلمين في العراق شاركت في حفل الافتتاحية ممثلة بمسؤول قسمها الإعلامي الدكتور عبد الحميد العاني حيث أكد العاني حرص الهيئة على الحضور والمشاركة في كافة الأنشطة التي تخدم المسلمين وتناضل من أجل قضيتهم وتحقيق أهدافها جئنا لنشارك رابطة علماء أريتيريا في حفلهم هذا لإفتتاح مقرهم هنا في إسطنبول تركيا ونبارك لهم هذا الافتتاح وهذا الحفل وأيضا نتشاور معهم ومع بقية الروابط والهيئات العلمائية الموجودة هنا في تركيا وصولا إلى تعاون مشترك بين جميع هذه الهيئات والروابط العلمائية لتبادل الخبرات والتفاعل نحو أو وصولا نحو ما يحقق أهداف جميع هذه الهيئات والروابط وتهدف رابطة علماء أريتيريا إلى جمع كلمة المسلمين الأريتيريين والسعي في توحيد صفوفهم وجهودهم إضافة إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية واللغة العربية والتصدي لمحاولات طمسها وبيان الأحكام الشرعية لا سيما في النوازل والمستجدات